بندقية الكلاشنكوف ايكي 47 صممت بندقية الكلاشنكوف على يد الروسي ميخايل كلاشنكوف عام 1947 خلال اقامته في المستشفى وهي البندقية المفضلة لدى الحركات الثورية لسهولة استخدامها وفعاليتها اثناء القتال وكلة اعطالها دخلت الخدمة في الجيش الاحمر عام 1955 وفي عام 1959 تم تطوير الـ AK-47 الى AKM بوزن اخف ومدى ابعد واكثر فعالية عيار الطلقة 39 في 7.6 مليم المدى 750 في الـ AK-47 والف في الـ AKM وزن الـ AKM فارغة 3.15 كيلو عدد الخلطوط الحلزونية 4 خلطوط السرعة الابتدائية للطلقة 715 كيلو متر في الثانية معدل الرماية 100 طلقة في الدقيقة آلي و40 طلقة نصف آلي يستخدم هذا السلاح اكثر من 40 جيش حول العالم ترجمة نانسي قنقر